السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاجل وزير الخارجية المصري في تصريح عاجل يوضح امكانية مصر تعاونها مع تركيا ونزول الجيش الشوارع الآن ننشر لكم التفاصيل العاجلة بعد بيان عاجل من ماكرون وبيان عاجل من رئيس السيسي ننشر لكم التفاصيل العاجلة وعاجل تفاصيل تلقي وزيرة الصحة المصرية لقاح فيروس كورونا ننشر لكم التفاصيل وهجوم ناري من الازهر ضد ما حدث في افغانستان بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي متابعين قناة مصر ميديا اي اي بي قبل ما نبدأ عوزيني صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اسكروا الله يا جماعة الخير احنا ننشر لحضراتكم اهم الاخبار في اخر 24 ساعة قبل ما نبدأ اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل الف لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر وطني وبيحب بلده ينزل يكتب تحيا مصر في التعليقات تحت عاوزين نوصل اكتر من 600 تعليق اكتب فيهم تحيا مصر انتو رجالة وقدها وطنيين عاوز اشوف الرجالة في التعليقات وتعالوا نبدأ في التفاصيل وتفاصيل اول خبر مهم جدا معانا عاجل وزير الخارجية المصري في تصريح عاجل يوضح امكانية مصر تعاونها مع تركيا اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان تركيا ليست حاليا من بين الدول التي يمكن ان تتعاون معها مصر لتسوية الازمة في ليبيا وقال شكري في مقابلة مع وكالة تاسا الروسية ردنا على سؤال حول امكانية تعاون مصر مع تركيا في هذا الاطار نعتقد ان كل القضايا التي تخص ليبيا يجب ان يتم طرحها في الحوار بين الاطراف الليبية ننسق جهدنا مع اصدقائنا بينها روسيا والولايات المتحدة وغرب اوروبا وبالطبع المبعوث الامم الخاص للامن العام للامم المتحدة الى ليبيا واضاف شكري نرفض التدخل الاجنبي في ليبيا ووجدت قوات اجنبية في ليبيا ولا نجد اي تبريرات لمحاولة دول خارج المنطقة وخارج الاراضي العربية للتأثير على الوضع في هذه البلاد هناك قوة شجاعة التطرف والتشكيلات المتطرفة ونقلت الى ليبيا مسلحين اجانب وارهابيين من سوريا طبعا هنا بين قصرين حط تركيا لان وزير الخارجية سامح شكري اصدوا هنا على تركيا انها كانت بتقوم بارسال مسلحين وارهابيين من سوريا الى الاراضي الليبية وتابع وزير الخارجية المصري كل هذه العوامل تزيد من عقدة الوضع ويجب ان يتصدى لها المجتمع الدولي بالتالي سنواصل التعاون مع اصدقائنا مع البلدان التي تتبع مواقف قريبة من تلك التي نلتزم بها وفي هذه المرحلة لا يمكن ان نقول ان تركيا من بينها وتعتبر مصر اكبر داعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مواجهته مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج طبعا الجيش المصري بيدعم حفتر لمواجهة التدخلات التركية وتشهد العلاقات بين مصر و تركيا ازمة سياسية حد منذ عام 2013 بعد رفض تركيا لعزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي القيادي في جماعة الاخوان الارهابية وده طبعا حسب ما تركيا التي لا تعترف بشرعية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتعد تركيا عزل مرسي الذي حدث على خلفية مظاهرات واسعة شارك فيها ملايين المصريين تعتبره انقلابا عسكريا فيما تدين السلطات المصرية التي تصف تلك الاحداث بالصورة هذا الموقف متهمة تركيا بدعم جماعة الاخوان الارهابية التي اعلنتها قاهرة رسميا تنظيما ارهابيا وبعض الدول ايضا التي اعلنت ان جماعة الاخوان الارهابية تنظيم ارهابيا المصدر منتاس ووكالات طبعا يعني تركيا مش معترفة بالناس اللي نزلت 30 يونيو وشاركت في الثورة لعزل قياد الاخوان الراحل محمد مرسي كان يعني قائد جماعة الاخوان الارهابية في حكمه فطبعا ما ينفعش جماعة زي دي تحكم مصر وكان مطلب شعبي يوم 36 بعزل محمد مرسي وتولي الرئيس السيسي قيادة البلاد ده كان مطلب شعبي طبعا تركيا مش عجبها الكلام ده لان جماعة الاخوان الارهابية وعلى رأسهم محمد مرسي كان هينفز لهم مخططات للأسف خطيرة جدا على الامن القوم المصري تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا ونزول الجيش الشوارع الان ننشر لكم التفاصيل العاجلة بن مكرون قال الرئيس الفرنسي مكرون انه سينشر مزيدا من القوات لتعزيز حماية المواقع الهامة ومنها اماكن العبادة والمدارس وذلك بعد الهجوم الارهابي على بعض المناطق وقال مكرون بلدنا تعرضت لهجوم من ارهابي فرنسا تتعرض للهجوم الان واضاف اذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيامنا الخاصة بالحرية فهذا بسبب قيامنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للارهاب وقتل رجل يحمل سكينا في كنيسة في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا سلاسة اشخاص احدهم على الاقل نحرا وجرح اخرين قبل ان تعتقله الشرطة حسب ما اكد مسئولين وطبعا زي ما حضرتكم عارفين طرع مسئولين من فرنسا برضو قالوا ان الهجوم ده ما كانش تابع لواحد يعني كان اسلامي وفتحت نيابة مكافحة الارهاب الفرنسية تحقيقا في الاعتداء واعلن رئيس الوزراء الفرنسي رفع مستوى التأهب الامني في الاراضي الفرنسية مؤكدا ان الرد على الهجوم سيكون صارما وقالت المتحدثة باسم الشرطة ان السلطات تسيطر على الوضع الان وفرنسا في حالة استنفار امني تحسبا لهجمات ارهابية منذ الاعتداء في 15 يناير 2015 على مجلة شارلي ابدو وتجرى حاليا في باريس جلسات محاكمة متآمرين مفترضين في الهجوم ودعا رئيس البرلمان الاوروبي ديفيد ساسولي الاوروبيين الى الاتحاد ضد العنف وضد الاذ وضد الذين يسعون الى التحريد ونشر الكراهية وكتب في تغريدة اشعر بصدمة وحزن عميقين لاخبار هجوم نيس المروع نشعر بهذا الالم كلنا في اوروبا المصدر معنا كان من صحيفة الدستور منتظر رأي حضرككم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا وطبعا رئيس السيسي طلع ودافع عن الرسول ووجه ببعض يعني النصائح لمن يحبون الرسول تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا بيان عاجل من الرئيس السيسي ننشر لكم التفاصيل العاجلة بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشي للتعاون لمواجهة التعصب والفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الاديان وقال المتحدث باسم الرئاسة ان السيسي طلق مساءل احد الماضي اتصالا هاتفيا من السيد شارل ميشي رئيس المجلس الاوروبي واصرح المتحدث بان الاتصال تناول بالاساس بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبي لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الاديان وافات بان رئيس المجلس الاوروبي اكد تعويل الجانب الاوروبي وبشكل اساسي على دور مصر الذي يتسم بالاتزان والحكمة في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة اعمال العنف والتعصب ليس فقط على المستوى الداخلي بل في المحيط الاقليمي لمصر التي اصبحت نموزجا مستنيرا يحتذا به في تفعيل مبادرات التعايش السلمي وتحقيق السلام والتعاون البناء بين الشعوب ومن جانبه اكد الرئيس السيسي ان مصر من واقع مسئولياتها وبثقالها الحضاري ومن خلال مؤسساتها الدينية العريقة وطبعا في مقدمتها الازهر الشريف لن تدخر جهدا في الاستمرار بالاطلاع بدورها بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ودواله الاعضاء واشر الى ان الرئيس المصري شدد على ان بلاده تستمر في تقديم خبرتها وامكانياتها في هذا المجال لتحقيق هذا الهدف المنشود المصدر معنا كان من صحيفة RT منتظر رأي حضرتكم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا ومفرح ومبشر الحقيقة وعاجل تفاصيل تلقي وزيرة الصحة المصرية لقاح فيروس كورونا ننشر لكم التفاصيل قالت وزيرة الصحة المصرية هالا زيد انها قررت المشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا بدافع التضامن وبعث رسالة تمألة للمواطنين واضافت وزيرة الصحة المصرية خلال مدخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية MBC مصر انها عانت من اعراض ارتفاع درجات الحرارة لمدة ثلاثة ايام بعد تلقي الجرع الاولى مؤكدة ان الاعراض متوقعة وليست غريبة واشرت الى انها عانت من اعراض اللقاح خلال اليوم الاول لتلقي الجرع الثانية من لقاح كوفيد 19 مؤكدة انها سافرت الى ايطاليا خلال اليوم التالي وقالت الوزيرة ان جميع الذين اقريت عليهم تجارب اللقاح حول العالم لم يعاني من اي نوع من الاعراض غير المتوقعة وافادت زايد بان اللقاحات دخلت في مرحلة التصنيع للتطعيم في الطوارئ ببعض الدول واشرت الى ان مصر تعمل مع الصين على توفير لقاح كورونا وتصنيعه مضيفا انها من المقرر ان تكتمع مع السفير الصيني بقاهرة المصدر معنا كان من وسائل اعلام مصرية ومن برنامج الحكاية الذي يقدمه الاعلامي عمر اديب منتظر رأي حضرتكم بخصوص هذا الامر الهام والعاجل من المطمئن ان وزيرة الصحة المصرية يعني تاخد لقاح كورونا فده شيء يعني مبشر وجميل ان شاء الله وربنا رب ارفعنا البلاء ويخرجنا من هذه الازمة على خير تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وهجوم ناري من الازهر ضد ما حدث في افغانستان تعالوا نعرف التفاصيل دانا الازهر الشريف بشدة الهجوم الارهابية الذي استهدف جامعة كابل واصفر عن مقتل وجرح العشرات وجاء في بيان الازهر ان مثل هذه الاعمال الاجرامية تؤكد خصة مرتكبيها وتقردهم من كل معاني الانسانية وان هذه الجماعات تسعى في الارض فسادا وتقتل الابرياء لاغراض دنيئة ترفضها كل نفس سوية وتبرأ منها الشرائع والمواثيق والاعراف الدولية واضاف البيان ان الازهر الشريف يتقدم بخالص العزاء لافغانستان رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا سائلنا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يمن على المصابين بالشفاء المصدر معانا كان من RT وهذا كان بيان من الازهر مهم جدا ويعني للأسف فعلا اي عمل ارهابي بيقوم حول العالم هو هدفه يعني الخسة وليس اي اهداف سامية او لتحقيق اهداف يعني مستفاد منها ولكن للأسف شيء حزين جدا وربنا يا رب يرفع عن مصر الاعمال الارهابية والختيسة وربنا يا رب يخلي الجيش المصري هو اللحامي الارض والعرض وهو اللي نظف شبه نظف سينة من الجماعات الارهابية المتطرفة جينا لنهاية نشرة الاخبار كان معكم اسلام من قناتكم اصري ميديا اي بي ان شاء الله اشوفكم في اخبار جديدة بحبكم جدا وحب تعليقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته